سنوياً يحتفل العالم بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة واليمن يشارك في هذا الحدث الهام حيث تشهد العاصمة المؤقتة عدن هذا العام حملة دولية لمناهضة العنف ضد المرأة تنظمها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان بالشراكة مع اتلاف أصوات النساء الذي يضم عدداً من المنظمات النسوية لضرورة رصد ظاهرة الانتهاكات الواقعة على النساء خاصة في فترة النزاعات والاشتباكات والاحترام ورشة عمل دشنتها اللجنة منتصف الإسبوع المنصرم وتستمر لمدة إسبوع كامل في مديرية خرمكسر استعرضت فيها أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق النساء اليمنيات على أساس النوع الاجتماعي في عموم المحافظات الجمهورية خلال السنوات الماضية أبشر كافة نساءنا بأنه نحن نعمل يداً بيد وما اتلاف أصوات نساء إلا بداية كخطوة لتعزيز دور النساء ومسار السلام إن شاء الله الورشة تحدثت عن دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الرصد وتوثيق الانتهاكات وما يقابله من أسالب الوقاية والمناصرة وتقديم الدعم والرعاية للناجية من العنف ونشر ثقافة السلام والمحبة في المجتمع حني الجمال القيس عدن